أكد وزير البترول طرق الملة على أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد أن كانت تستورده مشيرا إلى أنها تقوم حاليا بتصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي وبذلك أصبحت مصر مركزا إقليميا لتجارة وتداول الطاقة مصر بالفعل مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز يعني الحقيقة بدأنا من 2020 نستقبل غاز من إسرائيل رغم أننا عندنا اكتفاء الذاتي من 2018 وده معناه أننا نأخذ هذا الغاز لعملات التداول والتجارة والتصدير والهدف من ذلك هو التأكيد على مكانة مصر في ساحة هذا النشاط الصناعي وهو الغاز الطبيعي بكافة أشكاله سواء غاز يتم نقله من دول المصدر زي إسرائيل ومستقبلا قبرص ويتم ضخه في خطوط الأنابيب ويتم إضافة إليه كميات بيتم إنتاجها في مصر أيضا ويتم ضخ كل ده عبر محطات الإسالة الموجودة عندنا التي تعمل بكامل طاقتها للتصدير وبالتالي يتم هذا التصدير من خلال مشحنات مسالة تصل إلى موانئ أوروبا ترجمة نانسي قنقر